أنا من القدس مراسل عربي أحمد دراوشة ومن القاهرة مراسل عربي أحمد حسين أهلا بكما أبدأ معك أحمد دراوشة من القدس وآخر المواقف الإسرائيلية بخصوص صفقة التبادل من كل المعسكرين الداعم لهذه الصفقة والرافض لها ريمة إسرائيل توحي بأنها قد تقدم تنازلات جدية في هذه المفاوضات من أجل إتمام صفقة التبادل هذه الاستعدادات الإسرائيلية أثارت مخاوف عند اليمين الإسرائيلي من إيقاف هذه الحرب بينكفير وبيتسل إيل سموتريتش الوزيران المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية هدد بإسقاط هذه الحكومة في المقابل الوزير البارز في مجلس الحرب الإسرائيلي بيري جانس ورئيس استطلاعات الرأي كما يوصف في إسرائيل هدد هو الآخر بإسقاط هذه الحكومة الإسرائيلية إن قرر بنيمين نتنياهو لانحياز إلى موقف وزراء اليمين رغم هذا التباعد الذي يبدو في المواقف لكن بني جانس لا يسهل الوصول إلى صفقة لتبادل الأسراء أولا لأنه يشترط أن تحظى هذه الصفقة بموافقة جميع قارة الأجهزة الأمنية هذا الأمر بحسب تسريبات إسرائيلية هيا يمكن الوصول إليه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تذهب لصفقة تبادل تعارضها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لكن الشرط الأساسي الذي يضعه جانس وربما قد يصعب التوصل إلى اتفاق هو بالأساس رفضه أي اتفاق يصفر عن وقف هذه الحرب يصر جانس على استمرار هذه الحرب يرفض وقفها بالتالي يقول أن أي اتفاق يلزم إسرائيل بوقف هذه الحرب فهو لن يؤيد هذا الاتفاق اللافت هو صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نترياهو البعض في إسرائيل اعتبر هذه النقاشات وهذه الخلافات مبكرة على اعتبار أن الشيء الأساسي خلال الساعات المقبلة هو موقف حركة حماس وليس موقف الوزراء في إسرائيل وبعد أن تستلم إسرائيل موقف حركة حماس تخضع هذه الأمور للتصويت في الحكومة الإسرائيلية وربما عندها تكون المواقف الإسرائيلية مهمة فقط نشير في نهاية المطاف ريما لا أحد قادر على إسقاط الحكومة الإسرائيلية بمفرده لا بني جانس قادر على إسقاط هذه الحكومة لأنها كانت تتمتع بأغلبية النصف زائدا واحدا قبل دخوله إليها ولا إتمار بينكفير وبتسل إيرسموتريتش قارديران على إسقاط هذه الحكومة إن بقي فيها بني جانس لأنها تتمتع بأغلبية كبيرة بالتالي هذه التهديدات قد ينظر إليها على اعتبار أن الهدف منها هو شد بني ميني نتنياهو إلى واحد من هذين الطرفين وهذا إلى ذلك الحين يستمر في الصحة